السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية وأتمنى لكم أرباح وفيرة حق غيرت أنا اشتركت في الدورة هذه كنا تعيين طبعا في الشرط حالي حال كثير من الناس نتعمل بالدعم والمقاومة مرة تكسر مرة ما تكسر مرة ترتد مرة تدخل معنا رينج وهذا الحال يعني فكان أرباحنا نوع ما بالحظ مثل ما تقول بعد ما دخل الدورة هذه وشفنا اللي فيها شفنا البطع مختلف صرنا نرى الشرط بعين مختلفة تماما عما كنا نراها سابقا كنا نعرف موجات التصحيح متى تبتدي ومتى تنتهي وموجات الاندفاع متى تبتدي وتنتهي ونعرف الهدف متى ندخل او متى نحدد الاهداف بشكل تقريبي طبعا ما في شي مية في المية يعني بصراحة الدورة محتاجة جهد شوي يعادة مشاهدات للفيديو وتطبيق ويعادة مشاخدات وتطبيق لان الموضوع مش سهل لكن ايضا مش صعب كله محتمد على الجهد وكل مرة شوف الفيديو تكتشف فيه يديد كل مرة تكون اقتلت شي او ما انتبهت لشي وتكتشف في المشاهدة الثاني والثالثة والرابعة انا صالة يمكن اكثر من عشر مرات او عشر مرة حتى اشاهد الفيديوهات وفي الفيديوهات مهمة انا اكتير اركز عليها اكثر انا احس اني انا ضعيف فيها اشاهد اكثر واكتشف اني انا كنت ناصي اشياء منها عموما انا اشجع الناس كلهم على الاشتراك في الفيديوهات هذه او الدوره هذه ولا يبالون بالوقت اللي راح يقضونه لان نتيجته بتكون فايدة كبيرة لهم وراح يتجنب مقابله خسائر كثيرة والمبلغ بسيط 200 دولار اذا تحسبها مقابل الارباح اللي ممكن تحققها اشياء كثيرة وكذلك مقابل الخسارة اللي ممكن تتجنبها ايضا يعني فائدة كبيرة جدا يعني ما يمكن نستهام بها ممكن تحافظ على راس مالك بانا كنت تتعلم التحليل الموجي المهم انا اشكر الجميع على المشاهدة واشكر الاستاذ العزيز والسام على جهدها الرائع واتمنى لها التوفيق واتمنى يكون في دورات جديدة وتطوير الاستراتيجية اذا تمكن او اذا صار لضالة فنحن نتمنى نكون اول من يعلم وجاهز تحيات لكم جميعا واشكركم والسلام عليكم اخواني اخواتي ثلاثين بالمئة لاحظوا من الصعود الاخير للبيتكوين غاز الطبيعي سبعمائة وخمسة وخمسين بالمئة الف ومئة واثنان وسبعين بالمئة اخ حسين هذا الاخ يحقيق مئة واثنى عشر دولار ربح من صفقة واحدة هذا الاخ يحقيق ماه وسبعة دولار ربح من صفقة واحدة مئة وثسعة وستين دولار ربح ستمائة وثسعة دولار ربح من الاثريوم أربعمائة وتسعة دولار ربح من الاثريوم ثلاثمائة واثنان وعشرين دولار 116 دولار 104 دولار أرباح قوية حقيقها الشباب المشاركين في دوراتنا التدريبية هذا بفضل هذا العرض قوته تكمن في كونه يحتوي على جزءين جزء نظري وجزء تطبيقي الجزء النظري هو عبارة عن فيديوهات مسجلة لدورتين وليس فقط لدورة واحدة دورة تحليل الموجه ودورة المنطق في تداول هذه الفيديوهات 34 فيديو 25 ساعة من الأسرار هذه الأسرار تعطيك 30% مما تحتاجك تحترف التداول بهذا العلم 30% فقط بالفيديوهات فقط لا يمكنك أن تحترف علم المنطق مستحيل وهو التحليل الموجه تحتاج إلى 70% هذه 70% البقية ستجدها في قناة التحليلات اليومية تحصل في هذا العرض على ثلاثة أشهر استراك في قناة التحليلات اليومية هي التي ستعطيك 70% البقية لماذا؟ لأن بها أسرار غير موجودة في الدورات وبها المفاتيح التي تجعلك تفهم الدورات أو الفيديوهات وبها كذلك تطبيق نحلل يوميا فيها من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق وكرر كل الأسواق كل الأسواق فوريكس كريبتو أسهم مواد أولية بالتالي ترى بأم عينك ما نتوقعه يحدث بنسبة 90% إلى 95% وهكذا تبدأ تفهم أنه ما نقدمه لك من أقوى ما يمكنك ضبطه إذا أردت أن تحترف تداول كذلك تحصل على ثلاثة أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات كبونس هذه المجموعة فيها خيرت المتداوني لدي يجاوبونك على أسئلاتك يتابعون معك يشاركون معك تحليلاتهم صفقاتهم وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله كل هذا بما هو 97 دولار أقل بعشرة أضعاف مما يساويه في الحقيقة العرض إذا إذا أردت أن تتعلم تطبيق وتحقيق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جدا في التعلم هذا هو العرض المناسب لك رابط الاشتراك مو ثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط وفي صندوق الوص كذلك لهذا الفيديو أول رابط تضغط عليه تواصل معي مباشرة عدد الخاص أنا الذي أجاوبك وتبدأ ريحل تكن حوال 5% بالمئة الرابحين وتبتعد عن 5% والتسعين بالمئة الخاصة لا تنسوا كذلك ذهب إلى الموقع بروايف تريدر دوت كوم بروايف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءة أو كتب يمكنكم تحميلها مثل الدليل أساسي للشموع الياباني المتدين فقط تضغط على إبدال أن مجرن ضع ميليكا الخاص وأتصلك الكتب ليمليكا الخاص تحذير التداول منها خطيرة يمكن أن تخسلك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات تضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تنتام عن قراراتك قناة العلم العرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الإنضمام إلى عرضنا وإلى دورتنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم لاحظوا معي البيتكوين عاد وكان قد اقترب من أن يضرب وقف خساراتي عند منطقة الدخول لأنه لما حاولت استغلال الفرصة هنا في هذه المنطقة هدفي هو 15 ألف دولار إذن هذا النزول ليس وذلك نزول دور هذا جزء بسيط جدا مما أريد طيب لكن هل هذا يفاجئني لا لأنني عارف أن هناك سيناريوهات أخرى قد تتحقق وهذه السيناريوهات كنا قد شرحناها منذ مدة وقلنا أنه أن عدة سيناريوهات قلنا أولا السيناريو الأول السيناريو هبوطي ما هو السيناريو هبوطي أن تكون أعطي الموجة تقفي لأعطي الموجة وبدأنا في الهبوط وبدأنا في الهبوط وسنتوقع النزول وقلنا نريد فقط تصحيحا كبيرا هنا إما الزيادة في الزخم ثم تصحيح للنزول أو تصحيح كبير في هذه المنطقة للبحث عن النزول إذن عارفين أنه هذا السيناريو ممكن يحدث إذن لنرى الآن في هذه المنطقة إذا حدد تصحيح كبير فهذا يقول نزول بشريطة اللي يرتد بنسبة 90% السيناريو الثاني ما هو السيناريو الثاني؟ بمعنى أنه لدي WXY WXY قلنا قد يكون تكون هذه الموجة الأولى لهذا التصحيح الكبير وتبدأ هذه الموجة بطريقة المتدبدة ثم تعود ويعطيني تصحيح كبير للصعود لكسر على القمة هذا السيناريو آخر تحدثنا عنه وهو موجود إذن هذه السيناريو لم تفاجئني إذن الآن إذا سعدت هذه الموجة بطريقة قوية وضربت وقف خسارتها هكذا ورتدت بنسبة 90% هناك سيناريوهين إما ستكون سيكون هناك تقفيل لهذه الموجة هكذا ثم النزول الأخير وهكذا سيصبح هذا هو ذلك التصحيح للصعود إما سيكون هذا نموذج للصعود يكسر هذا القمة ويكون هذا هو أكبر نموذج في هذا الموجة عبداً يكون هذا هو الراني تلاحظون ذا البيتكوين فيه تعقيدات لذلك دخول تحول وقف خساري إلى والانتظار دخول تحول وقف خساري إلى والانتظار الآن هذا الموجة السعيدة يشوي قوية شوي قوية لاحظوا ربما يكون هذا راني قد يسعد لكن المشكلة أنه هذا الموجة يسعد على شكل WXYX دعفوا هذا الموجة يسعد على شكل WXYX إذا حسعد وعطني الز ستكون قد اكتملت هذا الموجة هنا لست مهتما بالشراء من هنا ما أريد أن أراه هو أن يسعد البيتكوين ثم يعطني تصحيح كبير إذا أردت الشراء وسأحاول الشراء من الموجة C أكيد يجب أن تكون لديك استراتيجيات واضحة ومع كسر القمة سأحاول وقت خسرتي إلى break even وأرى هل سيسعد إذا سعد سنقول OK هذا هو النموذج إذا لم يسعد قد يسعد تلاعب ثم يعود بطريقة متدبدبة وفي هذه الحالة سأقول OK أعطني هذه الموجة كتقفيل ثم أعطني هذه الموجة كتقفيل وعندما نعود إلى frame اليومي سنجد أن هذا التصحيح مساوي لهذا لصعود أخيرة على الأقل كسر القمة وبعد ذلك نرى كيف سيتصرف البيتكون إذا تذكرتم إذا تذكرتم قلنا أنه ممكن عندي سيناريو هين إما التقفيل والبيتكون ينزل إلى 15 دولار هذا السيناريو التاني قلنا ممكن تستمر هذه الموجة في الصعود بطريقة متدبدبة وإذا كسرت القمة سنبحث عن تقفيل هذه الموجة هنا وسنلغي هذا البولباك ويصبح هذا هو النموذج للصعود من هنا إذا لما دخلت هنا نزول مباشرة بعد أن نزل قليلا حولت وقف خسرت إلى break even وأنتظر وأنتظر إما أن يعود البيتكون الآن بطريقة متدبدبة هكذا ثم يعطيني رانين ومتاز هذا للنزول من هنا وسأكون أولا لم يتم ضرب وقف خسرتي وقد أضيف صفقة أخرى هنا ومع كسر هذا القع break even وهدف الـ 15 أف دولار هنا هكذا سأتعامل معها أو ممكن كذلك يعطيني regular يعني ينزل بطريقة تصحيحية ثم يعود ولكن هنا موجود خطر أن يتم لمس وقف خسرتي إذا سأحاول البحث بطي السيناريو الصعودي الآن بما أنه عندي هذا الحركة شوي قوية رح أقول له طيب يا بيتكوين يا بيتكوين أنت أعطيتني الآن موجة تصحيح ثم موجة ثم أعطيتني هذا الحركة إذا كان هذا هو الرنين إذا سعت سيكون عندي ديفورجنز لست مهتما بشير أريد تصحيح أكبر من هذا ومن هذا وحينها سأبحث عن الشراء بلا كسر القمة ثم أحاول وقت خسرتي إلى لماذا لأنه بعد هذا الصعود لا أعرف ما الذي سيحدث هل هذا هو النموذج الحقيقي إذا كان هذا هو النموذج الحقيقي سيطير البيتكوين إذا لم يكن هذا هو النموذج الحقيقي قد تكون هذه فقط جزء من الموجة التي ستتكون في المستقبل لأن هذه ستكون قوية وهذه الموجة ستكون رانين عبارة عن رانين ثم نحصل على هذا النزول هنا وحينها نبحث عن الصعود وسيكون هذا هو النموذج الأساسي إذن ستكون هذه الموجة فقط جزء من الموجة بي ليرانين التي قد تتكون في المستقبل لذلك نستخسر فلوسها لأننا لا تفهم ما الذي قد يحدث أو ما هي السيناريوات لمحتملة نحن دائما نضع عدة السيناريوات ليس نضع السوق يفرض علينا دائما عدة السيناريوات لكن هذا لا يمنعنا من التداول نتداول ولكن نعرف متى نحرك خسارتنا متى يعني نأخذ أرباحنا متى نخرج من الصفقات وهكذا دولي إذن الآن كما قلت سننتظر ونشوف ما الذي سيحصل هنا هل سيبدأوا بالنزول إذا نزلوا كسر لقع ممتاز سأقول أعطني رانين هنا النزول إذا سعاد وعطني وضرب وقف خسارتي وتجاوز هذا الجدار سأقول أوكي لا مشكلة أعطني تصحيح جيد أكبر من هذا ومن هذا مكتمل وسأبحث عن الدخول من نفس المنطقة مع كسر القمة بريكيفن هدفي سيكون كسر هذا القعو أكتر لكن ضروري أن أضع في بالي أنه ممكن نرجع ضروري أن أضعه في بالي إذا ما كنت وضع في بالي هذا الأمر سأخسر لأنه سأكون فرحان يكسر القمة لأنه أحول وقت خسارتي إلى بريكيفن سيسعت بوم إضرب وقت خسارتي لا أريد هذا إذن سأحول وقت خسارتي مباشر بعد كسر القمة لماذا مباشر بعد كسر القمة لأنه إذا كسر القمة لا يفترض أن يعود يفترض أن يطير إذا عاد هناك خطأ هناك مشكل تلاحظون هذه قوة تحليل موج إذا القينا نظرة على الإثريوم كذلك لاحظوا الإثريوم بالنسبة لممتاز هذا تصحيح لحد الساعة ونحن بعيدين وضعيتي في الإثريوم أحسن من وضعيتي في البتكوين لأن البتكوين ساعد بطريقة قوية الإثريوم ساعد بطريقة لاحظوا موجة ثم تصحيح ثم موجة وهذا ربما حرب بين المجتمع بيعين أتمنى أن ينزل إذا نزل الإثريوم قد يتبعه البيتكوين لأنه أرى أن الإثريوم هو القائد حاليا بهذا النزول لاحظوا هذا النزول قوي مع الزيادة في الزخم تلاحظون إذن لنرى ما الذي سيحدث في البيتكوين لنرى هل ستكون يأتي فقط نطاق حرب بين المشترين والبيعين ثم يتم كسره ويعود هذا إذا عاد قد أحصل على رانيا في المستقبل ينزل لكن الإثريوم أتوقع أنه سيكمل WXYXZ وبعد ذلك يبدأ بتصحيح كبير هو ذلك تصحيح نفسه اللي رح يحصل في البيتكوين ربما إذا حدث هذا الأمر جميل جدا نحن نشارك معكم أسرار أخواني أخواتي لا أحد يشاركوا معكم فيما يخص تحليل موجة أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات إن كنتم كذلك فجروا لايكات ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو إذا أردتم احتراف هذه الطريقة العلمية المنطقية في فهم الشارط هذا هو العرض لمناسب رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط وفي صندوق الراس كذلك لهذا الفيديو أو الرابط تضغط عليه تتواصل مع مباشرة على الخاص أن الذي يجاوبك وتبدأ رحلتك نحو الخمسة بما الربيحين وتتعد عن الخمسة والتسعين بما الخاسرين لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة التيكتوك الجديدة هذا هو رابط وأستجدنا ومثبت في تعليقات هذا الفيديو ربما الثالث أو رابع رابط اضغطوا عليه اشتركوا في القناة قريبا إن شاء الله سنبدأ بلايفات لتحليل العملات التي ترغبون بها مباشرة إن شاء الله لا تنسوا أن تفجروا لايكات دعوا تعليقات مسر الجول لا تنسوا بأن العلم لا أعرف كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته